من هي هذه الجهات المستفيدة بإبعاد الديمقراطي عن الإطار التنسيقي؟ لا هذا احتمال ضعيف وإن وضعنا هذا الاحتمال فهو احتمال ضعيف جدا الاحتمالات الأخرى هي أقوى أستاذ عليك والحزب الديمقراطي الكردستاني أنا أقول لك بصراحة ليس من السهل بدخول إلى تحالفات جديدة وتغيير خارطة العملية السياسية بهذه السهولة نحن عن قناعة دخلنا بتحالف مع تعالف إنقاذ وطن وهناك كان هذا التحالف ليس انتخابي ينتهي بمجرد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية هذا التحالف كان يرسم لإنقاذ العراق من هذه الفوضى العارمة الفوضى السياسية لمدة 18 عام حسنا لأفهم من كلامك لا يمكن أن يشارك الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة المقبلة بهذه الشروط أبداً وبهذه الأوضاع أبداً يجب مراجعة كاملة وشاملة لكل المواقف وبناء رصين كي نستطيع أن نتحالف من جديد لأنه من جرب المجرب حلت به الندامة